اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي ربما حديث هذا الأسبوع كله ستكون بنفس الموضوع موضوع الوضع السياسي الآن في العراق بعد بيان اللي أعلن مقتدى الصدر الأسبوع الماضي وبعد التظاهرات التي انطلقت ودخول التيار الصدري وجماعة التيار الصدري للمنطقة الخضراء دخولهم إلى البرلمان وما سمى مقتدى الصدر يعني تحرير تحرير المنطقة الخضراء ذلك الحديث كله في هذه الحلقات ربما الثلاثة لهذا الأسبوع بهذا الاتجاه بداية كان بيان مقتدى الصدر البيان الحقيقة كان هبارة عن ربما يشبه بيانات قيام أي ثورة البيان رقم واحد كان فيه انقلاب على العملية السياسية فيه رفض للعملية السياسية كان البيان يؤكد أنه هذه العملية السياسية يجب أن تتغيرها تنتهي وأن الدستور يجب أن نعاد كتابته وهذه أهم فقرتين إذا ما تغيرت العملية السياسية وتغير الدستور هناك انقلاب واضح على العملية السياسية وعلى أطرافها وعلى الدستور الذي يحتكمون به والذي صدعوا رؤوسنا من عام 2005 لحد الآن به وهو دستور يعني أقل ما يقال عنه دستور يعني مخرب مدمر يعني يحوي كل الألغام يحتوي على كل الألغام التي تفجر الخلافات بين العراقيين الحقيقة هذا الدستور عموما هذا ما تضمنه تضمنه بيان مقتدى الصدر إضافة إلى تغيير الانتخابات وتغيير الانتخابات طبعا تغيير يعني قانونها وآلياتها هكذا كان البيان وانطلقت بعد هذا انطلقت تظاهرات وكانت موجودة في المنطقة الخضراء وسماها مثل ما قلنا مقتدى الصدر تحرير المنطقة الخضراء وفي نفس الوقت انطلقت يعني بيانات من خصوم مقتدى الصدر ما يسمونه الإطار التنسيقي نددوا بهذه الخطوة يعني قالوا لن يتنتغير هذا الدستور ولن يتنتغير العملية السياسية وهذا انقلاب ولن نقبل به وهذا الكلام اللي يسمعناه بعد ذلك مباشرة انطهرت دعوات من البعض للحوار غالبية بدأوا يتحدثون عن حوار وما سموه الحوار الوطني هذي النقطة الكبيرة يعني احزاب السلطة احزاب العملية السياسية وقواها وهي ميليشيات ماذا طبعا نسميها احزاب جزافا هي ليست احزاب هي مجاميع لا اعرف لملوم حقيقة لكن مع ذلك هذه القوى التي تدعي انها سياسية تتحاور فيما بينها وتسميها حوار الموطني وليس لحوارهم وليس لتكويناتهم ليس لتوجهاتهم ليس لهذه هذه المجاميع برؤاها بتأسيس باهدافها ليس لها علاقة بالوطن بالمروة طبعا وهذا يشمل الجميع لا يشمل سنة فقط ولا يشمل سنة السلطة ولا شيعة السلطة ولا اكراد السلطة الكل في كل الاحوال الكل يبحث عن مكاسبه ويرضي اسياده ويرضي من يرتبط بهم هذا واقع الحال الحقيقة وينفذ اجندات ليس للعراق ولا للعراقيين مصلحة فيها وبعد عشرين سنة اكتشفوا اهل العراق هذه الحقيقة اللي اكدت عليها من اول يوم القوى المناهضة للعملية السياسية والاحتلال اكدت انه هذه خطرة وهذه العملية السياسية فيها مقتل للعراق فيها دمر للعراق وهذه القوى قوى غير وطنية غير قادرة عن تحكمه ليس فيها حكمه وليس فيها احد يمتلك ارادته ليس لها ارادة ارادة امر هنا بالخارج وهذا قالته القوى المناهضة للاحتلال لكن لم يصدقها احده بالعكس عادوها والتهموها بالارهاب كثير من العموما هذا تاريخ وهذا التاريخ موجود في نفوس العراقي وفي عقولهم في كتبهم في دراساتهم في بحوثهم هذا لن يمحى لكن هذا الذي حدث وصلنا الى النتيجة التي توقعتها القوى المناهضة للاحتلال من اول لحظة توقعت اننا سنصل الى هذا العمل العملية السياسية مثل ما تعرفون اعزاء المشاهدين بنيت على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية وعلى اساس الصراعات هذا المحتل الامريكي وايد المحتل الايراني في وجود هذا الموضوع وجود هذه الصراعات مساحات معينة وزعت لكل فئة معينة لكل مكون سموه مكون وهذا ما اشار له هذا الدستور الكسيح اللي يتباهم به اللي اشار ان العراق مكونات اللي متحدث عن المواطنة مكونات وهذه المكونات لديها مساحات معينة وبالتالي هذه المكونات لديها ميليشيات لديها قوى مسلحة لديها نفوذ اموال ستزيد مع الايام وبالتالي يبدأ الصراع لتوسيع مساحاتها الاستلاع على مساحات اكبر زيادة مكاسبها زيادة اموالها زيادة سيطرتها ونهبها وهذا الذي حدث وصلنا الى الحالة التي نحن فيها اليوم ما يسمى بالاطار هذه القوى التي تقبل ضد من مقتد الصدر طبعا ايضا دعت الى مظاهرات ومجسر المعلق وقالوا شيء مضحك يعني مكي في نفس الوقت هؤلاء الذين ضيعوا الدولة ضيعوا مؤسساتها ضيعوا الناس قتلوا الناس وجردوهم ودمروهم خربوهم وشاعوا الطائفية وخطابهم طائفي ولم يراعوا حرمة للدولة وهم من أسسوا لكل ما يخرب الدولة ومؤسساتها والميليشيات كانت تستعرض من ميليشياتهم كانت تستعرض بالشارع امام منطقة الخضراء اللي فيها الحكومة وكانوا يدسون حتى على صورة رئيس الوزراء الذي قالوا انهم هم من وضعوه على كرسي الحكومة واذا ما اعتقل احد منهم محثة هذا اعتقل واحد من قياداتهم دخلوا الى المنطقة الخضراء والى السجن وطلعوا وهددوا بانه يقطعوا اذانه وعلنه هددوا وارسلوا طائرات يعني طائرات مسيرة ملغومة الى بيته ضربوه وهو قال نعرفهم وسأقول عنهم ليتحدث عنهم ذاك وقت هذا ذاك يوم وهذا يوم لم يتحدثوا لم يذكر اسمهم يخافوا منهم وبالتالي يتحدث هو عن العراق وهيبة العراق والامن والقدرات هذا الكلام اللي محد يصدقه والناس تضحك من يتحدث به مع الاسف شديد يعني الانسان يجب ان يتحدث بما هو واقعي لان انت لا تتحدث الى نفسك تتحدث الى شعب وهذا الشعب مو يشعب وهذا الشعب العراق هذا الشعب الذكي الشعب النبه الشعب اللي قدراته عالية جدا جدا حتى الرجل الامي وقلناها اكثر من مرة حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب يفرق بين الاسود والبيض يفرق بين الكذب والحقيقة بين الصدق والكذب يفرق بين كل شيء يعرف يعرف هذه الارض كيف يدوسها وتلك الارض كيف يدوسها يعرف كل هذه الامور هذا الانسان فطر على الفهم والمعرفة أو لا تتعرض لكل هذا الضرب ولكل هذا التهديد ولكل هذا العدوان العالمي عليه يعني امريكا عندما تعبر بجوش المحيط الأطلسي عبرت لمن؟ يعني عبرت لكل جوش إلى العراق فقط لم تعبر لغيره واحتلت العراق بهذه الطريقة واستخدمت كل وسائل ومعها كل الدنيا وبالطانيا وفرنسا وأوروبا كلها لماذا؟ لأنه تسقط نظام ودكتاتورية وتجيب ديمقراطية هذه الكذبة الكبيرة؟ واسلي حد دمار شامل وبعدين قالوا كلها موجودة؟ لا لأجل أن تخرب هذا البلد وتخرب المواطن أهم شيء تخرب هذا المواطن تدمر هذا المواطن العراقي اللي حضار تموقي لذ القدم وقادر على أن يصنع شيء وقادر أن يقوم وهي هذه الأهمية عند العراق قادر أن يقوم من بين رماد العروب والدمار يقوم مرة أخرى ليبني مرة أخرى وشوفوا العراق درسوا تاريخ العراق وشوفوا كم مرة ثدم العراق ورجعوا بنا وأهله هذه ميزة العراقي ولو حدث ما حدث للعراق لأي بلد في الدنيا لن تقوم له قائمة لكن العراق يقوم مرة بعد أخرى مرة أخرى وسيقوم من هذه الكبوة هذه الكبوة التي جاءت بالاعتلال من 2003 لحد الآن سيقوم منها وسيخرج منها سالما بإذن الله عموما نعود إلى فتحدثوا هؤلاء الذين تظاهروا قالوا هذه مظاهراتنا دفاعا عن الدولة والشرعيتها أي شرعية أو أي دولة هل هناك دولة في العراق وهناك شرعية لكي تدافع عنها حتى الانتخابات التي تقولون أنها شرعية قلتوا أنها مزورة أنتم يعني تظاهرتم عندما فاز مقتدى الصدر تظاهرتم ضده قلتوا أنها مزورة لكن عندما انسحب من برلمان أنت تتحدث عن التزوير إذن أنتم شاركتم في انتخابات مزورة وتريدون تشكلون حكومة بناء على التزوير والكارثة الأكبر ربما يعني هذا آخر دقيقة في حديثنا هذا هي كارثة الكاظمي أو ربما هذا وقت الحلقة هذه لن يتحمل أكثر من ذلك سأترك هذا الحديث عن الكاظمي وما أضافه لهذه الكارثة إلى حلقة أخرى أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة